السلام عليكم يعطيكم العرفة لله بالسطف الخامس اليومية الخامس في مادة التربية المهنية رح نبدأ بلي الوحدة التانى اللي هي وحدة الادوات الزراعية بسيطة اول درس فيها اللي هو درس الادوات اليدوية الزراعية هلا بحكي لك احنا فيه ان انواع متعددة من الادوات اليدوية الزراعية خامس عفوا منها الفأس والمجرفة والمشط والمنكاش والمر والقفة والعربذات العجال ومرش الماء هاي أدوات زراعية يدوية هالأمس في عنا أول واحد رح نحكي عنه الفأس الفأس بهذا الشكل يستخدم لتهيئة الأرض الزراعية عن طريق حفرها بشكل عميق ثاني إشي عنا المجرفة نستخدمها في الحفر السطحي إذن فأس الحفر العميق والمجرفة للحفر السطحي في عنا المشت وهو ليستخدم في تنظيف التربة من الحجارة الصغيرة والأعشاب المشت لتنظيف التربة من الحجارة الصغيرة والأعشاب المنكاش لنكش التربة حوالين النباتات منكاش نكش التربة حوالين النباتات وإذا الأعشاب تكون موجودة حوالين النبات المر وهو عبارة عن آداء تستخدم لحفر الأراضي الغير صلبة المر يستخدم لحفر الأراضي الغير صلبة والقفة والعربة تقريباً لهم نفس الاستخدام يات خامس اللي نستخدمه في نقل التربة ونقل السمات نقل التربة والسمات بالإضافة إلى أن العرب بقدر أن ننقل فيها الأدوات الزراعية اللي حكينا عنها قبل شوي ومرش الماء وهو الذي يستخدم في ري البذور والنباتات مرش الماء يستخدم في ري البذور والنباتات هل بحكينا يا خامس في عنا طريقة صحيح وآمنة أو طرق صحيح وآمنة يجب اتباعها حتى نستخدم الأدوات الزراعية البسيطة بطريقة سليمة ومانئة ذي حالنا لي من هاي الطرق التي يجب راعتها للتعامل على الأدوات الزراعية البسيطة أول شيء خيانتها باستمرار اترك مسافة بينك وبين زملائك في أثناء العمل وأنه أركز الأداء على النقطة اللي أنا بدي أصيبها يعني اللي بدي أحفر فيها وألبس حذاء مناسب عند استعمال المر والأدوات الزراعية البسيطة أنه في مكان العمل ما ببعثرها في أي مكان خلاص بي تكون موضوعها في مكان محدد وبعد الانتهاء من عملي في الزراعة من نظف الأدوات اليدوية الزراعية يا خامس وأقوم بإعادتها إلى مكانها المخصص طبعا هون عنا بعض الصور توضحكم طريقة استخدام كل أداء